غزة بعد أسبوع من الحرب كيف تبدو؟ ما هي الأرقام التي لن تجدها في المينستري ميديا ولن تجد جو بايدن الرئيس الأمريكي وهو يتباكى عليها؟ ما هي الأرقام التي يجب أن يعلمها القاصي والداني؟ يجب أن نتحدث عنها في كل لحظة لأن عداد الأرقام ده دلوقتي وأنا بتكلم المفترض أن أنا أعمل له أبديت وأنا بتكلم مع حضرتك دلوقتي الـ 2115 شهيد ممكن يكونوا بـ 2150 أو 2300 شهيد الـ 8714 جريح أو مصاب ممكن دلوقتي يكونوا وصلوا لـ 9000 أو 10,000 مصاب لأن أنت بتتعامل مع احتلال مجرم بيستهدف أول من يستهدف اللي حضرتك شايف أرقامهم على الشاشة الأطفال والنساء الـ 2115 شهيد منهم 724 طفل مش أربعين طفل اتدبحوا كذب زي ما بايدن قال وزي ما الإعلام الغربي طلع يعيط لمدة أسبوع بناء على بروباجندا إسرائيلية لا نحن نتكلم على 724 طفل حقيقي تم قتلهم من الفلسطينيين بنتحدث عن 458 امرأة تم قتلها في التسعة أيام الماضي على صعيد الجرحة 8714 جريح منهم 2450 طفل 2450 طفل الأرقام اللي حضرتك شايفها دي أرقام حقيقية مش بنتكلم فيها على أخبار كاذبة مش بنتكلم فيها على تباكي لا لا خالص نتحدث عن أرقام حقيقية نقلا عن اليونسيف تابعة للأمم المتحدة ووزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة نتحدث عن 423 ألف نازح ما يقارب نصف مليون نازح من الشعب الفلسطيني هذه هي المشاهد في قطاع غزة هذه هي حصيلة العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة خلي بالك الأرقام دي وإحنا لسه ما تكلمناش عن اجتياح بري الأرقام دي ولسه الاحتلال الإسرائيلي بيقولك إحنا بنجهز كل الموارد عشان نعمل احتلال نعمل اجتياح بري فنحن نتحدث عن حصيلة دون الاجتياح البري وحضرتك طبعا متخيل الاستياح البري ده هتكون تكلفته قد ايه على أرواح الشعب الفلسطيني